أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين توفي شخص من جنسية أسيوية إسرح حريق شبه في مصنع بمنطقة دير علا مساء السبت وفق مدرية الأمن العام وقال الناطق الإعلامي باسم مدرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مدرية دفاع مدني البلجاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شبه في مصنع يحتوي على مواد عازلة بوليسترين بمساحة إجمالية قدرت بحوالي 700 متر مربع بمنطقة دير علا الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإطفاء والتي عملت بدورها على إخماد الحريق والسيطرة عليه وأضاف أنه نتج عن الحريق وفاة شخص من الجنسية أسيوية إسر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدنية العملياتية وعدد من مرتبتها ربي يلطف ربي يجيب الخير